موسيقى 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 ثانياً أفضل إن أنا ما نخشش في تفاصيل أكتر من كده لأن في أكتر من جوانب لازم تتناقش في الموضوع دوت والموضوع دلوقتي في التحيات فأنا فضل إن أنا ما نخشش في تفاصيل أكتر ولكن أنا عايز أقول بس حاجة نفصل دايماً ما بين الحوادث الطرق وسبقات السيارات أو رياضة السيارات وده لازم فيه فرق بين الاتنين حاجة الطرق دي شيء طبيعي جداً وعادي جداً لازم يتم التعامل معه من قبل الدولة بأكتر من جهة سبقات السيارات أو رياضة السيارات هي برضو رياضة منظمة عليها اتحاد دولي ويجب أن تتم أن الدولة تبتد تتعامل معها بشكل احترافي أكتر من كده أولاً إحنا مش المفروض يعني نطلب من الشباب أي حاجة أو نطلبهم بأي شيء إحنا اللي بنتطلبه من نطلبه من نزلات الشباب الرياضة أو من نطلبه من الجهات المعناية بالسيارات هم يبس يغيرون نظرتهم للموضوع سبقات السيارات بمنطقة البساطة يعني خلينا عشان نبسط الأمور للناس نقول لو ببساطة يعني عمل ملاعب كورة للشباب الشباب مش هيلعب كورة في الشارع ببساطة يعني أنا عارف نوزات الشباب حريم بتعمل ملاكس الشباب في كل حتى في كل نحاء مصر وهما لكحين جداً في الكصة دي فبيحول الشباب أن هم يلعبوا كورة في الشارع بيلعبوا كورة في ملاكس الشباب فهو المضوع بنفس البساطة وبنفس الأسلوب لو فيه تراكات بتتعمل في كل محافظة أو في كل حتى تراكات للشباب يمارس فيها الهوايات بتاعته هيمارس الهوايات بتاعته هيمارس السرعة في تراكات مقننة وفي تراكات مؤمنة من المنظمين أي واحد عنده هواية هيمارسها جوه المكان متاعه فبتالي مش يحصل مشاكل مش هيتلع يجري في الشارع ده اللي بيحصل على فكرة في كل دول الدنيا يعني في كل بلاد العالم كلها أي أي حد من الشباب مع عربية وطبيعي يعني طبيعي جداً أن مصر أصلاً أكتر من نص تعدادها أو أكتر بكتير من نص تعدادها الشباب وأغلبيتهم بسوق عربيات وأغلبيتهم بسوقوا في الشارع فأنت ما تقدرش تحكم على شهابه تقولوا لا ما تجريش وتجري إنت هتقول آه و هتعمل كله 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 أب و أم بيقول لأبنه بالراحة و إنت ماشي آه بالراحة و إنت ماشي وكلام ده بس ده اللي بيحصلش في الطبيعي اللي بيحصل هو يعني عنده يعني الأدرنالين عنده زيادة شوية عند الشباب فبيحاول يجري بحاول يعمل أي حركة بعملها في الشارع وفي ظل حالياً تطبيق القانون المرور في الطرق مش بالشكل المطلوب وكلنا عارفين الكلام ده عشان يعني نبقى صرحة مع بعض فبالتالي ممكن أي واحد يعمل أي حاجة في أي حتة إحنا ما عندناش تطبيق القانون بشكل حازم في الشارع وكلنا عارفين إن الشارع المصري شارع فيها عشوائية كبيرة جدا فبالتالي إنت أولى أن إنت هتعمل الكلام ده للشباب عشان مايره مايرحش كل شوية تشوف حواليس أديية ناس بتمود لسبب القصة دي كلها اعمل تراكات بمنطقة البساطة هيروحوا يلعبوا في تراكات هيمشوا في الشارع زي طبيعيين مش هتعمل تراكات وتقعد تهاجم الناس وهتهاجم الكلام ده كله أنا أعرف إن في حد هاجم المتسابين وقال لك المتسابين بعيدهم سبقات في الشوارع وكلام مفيش كلام من ده طبعا المتسابين عندنا ليهم قواعد وليهم الناس محترفين إحنا ما فيه السبقات بتجرى في الشارع أنا في الرياضة بقالي كذا سنة ما فيهش حاجة اسمها في الشارع إحنا بنجمع حتى التدريبات بتاعتنا بتتجمع في أماكن محترمة أماكن موسقة أماكن ليها تصديقات أمنية جري الشارع دوت إحنا معرضين إن أي حد اللي يجري في الشارع دي رياضة زي أي رياضة ما تقدرش تمنع حد إن هو يجري لكن تقدر تعاقبه لكن ما قدرش إن أنا أنسبه لجهة ما قدرش إن أنا واحد عمل حدثة أقول ده كان منظم سباق وده متسابق لا ده بالزبط زي الرماية الرماية تم وفيه ناس معها سلاح معنى إن حد موت حد في الشارع بسلاح يبقى ده فريق الرماية أو التحاد الرماية زي مصرعة المحترفين واحد بادي بيلدينج يتخانق في الشارع موت حد يبقى قول ده يتنسب للاتحاد وكان فيه مسابقة لكمال الأجسام في الشارع كلام ده مش مزبوط طبعا أما بخصوص التدريبات إحنا عندنا سباقات معلنة في مصر سباقات ديات لرياضة السيارات في مضمار زي اللي إحنا موجودين فيه في حلبات في أماكن مؤمنة بين أجر بارك بيتأمن بطريقة معينة سواء بوسائل الإطفة بالإسعاف بالكونز بكل الحاجات بتاعتنا اللي بتبقى أردارات ما يقدرش المتسابق يخرج براها فيه مخالفات آه بيحصل فيه مخالفات إن فيه متسابق بيجي يجرب عربيته برا شوية بيتوقع ليه عقوبة يما بيتمنع من دخول سباق يما بيتمنع من التدريب نفسه لكن ما فيش حاجة اسمها عندنا جري عشوائي فيش حاجة عندنا اسمها إن المتسابق ياخد بعضه بعربيته وتجري في الشارع فيه حاجات كتير أوي الناس برا ما تعرفهاش العربية بتاعتنا غير مجهزة لجري الشارع عربياتنا ليها ستندر معين لإسلوب معين وطية آه ليها مواد بترولية بتمشي بيها مش بنزين لأ فيه إسانول ميسانول فيه ريسينج فاول عندنا كل الكلام ده لازم يبقى الشخص العادي اللي بيسوق عربية عادية لازم يعرف الكلام ده لازم يعرف إن فيه فرق ما بين عربية بتجري ومتسابق متسابق يعني عربية مجهزة للسباق معنا ياسمين سامي متسابق من المتسابقين اللي بينزلوا في رياضة السيارات زيك يا ياسمين زيك يا شريف وليلي الأول أنت علشان تكوني متسابقة إيه اللي بتعمليه يعني أنت الأول قبل ما تكوني متسابقة كنتي فردة عادي بعربية عادية جدا إيه اللي عملتي عشان تكوني متسابقة وتقولي إيه للشباب اللي لسه مدخلوش رياضة السيارات ولسه عندهم الفكر بتاع الشارع وإن هما يجروا في الشارع سواء بمتساكل سواء بعربية عايز النقطة دي وعايز النقطة دي بسوى البداية خالص أنا بحب السواقع عادة كأي حد ممكن هو عنده فاشن تجاه السواقع باخد عربيتي وبسوق بها ممكن عشان حكم شغلي في مكان بعيد شوية فبمشي على الطريق السريع بشكل أكبر كمتطول الوقت بسمع عن سباقات عربيات فبقى نفسي طيب أن أنا أشوف نفسي أن أشارك ما جربتش بصراحة حكاية أن أنا أجري في الشارع بشكل زياد عن نزوم لأن ما ينفعش عارض حياتي وعارض حياة ناس تانية للخطورة فمن خلال متابعتي للسباقات العربيات تبعت صفحة البيتش بتاعة الفريق اللي أنا بنتمي لي دلوقتي وتواصلت مع كابتن فريق كابتن سامح عبدالقوي وحضرت أول ترينينج دي كان معمول في استاد قاهرة اتفرقت كان موضوع بس أن أنا أشوف في الدنيا الناس بتعمل إيه لقيت أن الموضوع مختلف جدا مش موضوع أن أنت حابب سواء أن أنت تجري في الشارع مش دادة فيه رولز فيه قواعد فيه في حاجات كمان تكنيكس معينة لازم تمشي عليها علشان تحافظ على سلامتك وسلامة الناس اللي موجودين معاك ابتدي بعدها ما حبيت أن أنا أجرب كان أو ترينينج دي ليا هنا في تراك اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي وبعدها كان تدريب مكسف وبعد كان شاركت في أول سباق كاية الشارع دي طبعا إحنا بالنسبة لنا إحنا كمتسابئين كمان مرفوضة ما بنقدرش إن إحنا نعملها نايا فيها ريسك جامدة جدا ما بتمتش لرياضة السيارات بصلاة ممكن نقول آه هي كانت بدايتها زمان في الشارع لكن دلوقتي الموضوع اختلف ممكن زمان ما كانش فيه تراكات مجهزة تستقبل الناس إنه هما يبقوا متواجدين فيها ويتدربوا فيها أو يشاركوا في استباقات دلوقتي كل بقى فيه عدد معقول من التراكات يقدروا يشاركوا في أي وقت حاولنا نجيب لكم أراء كل المختصين في رياضة السيارات علشان نقف على المشكلة الهدف من الكلام ده ومن هدف من الفقرة دي إن إحنا نعالج المشكلة مش نقول مين غلطان ومين مش غلطان في الآخر فيه ناس ماتت ربنا يرحمهم وربنا يصبر أهليهم مش عايزين المواضيع دي تتكرر تاني أي حد عايز يعمل أي حاجة عندك حاجات شرعية تعملها ما تجريش في الشارع ما تقفش في الشارع ما فيش تجمعات عشان محصلش مشكلة زي دي لأن الأهالي هي في الآخر اللي بتتدار بكده نكون خلصنا فاكرة هند بريك هنطلع فاصل ونرجع نكمل أون تراك